موسيقى بشرة التاسعة من قناة يومي الشباب معكم أنا مروى السوادي وهشام جابر نبتدئ بالعنام البحرية الأمريكية تضبط شحنة أسلحة إيرانية مهربة لميليشي الحوثي والحكومة تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على طهران إشادة دولية بدور الحكومة في مكافحة القاعدة وداعش والحوثيين ووزير الدفاع يقول أن الجيش اليمني صمام أمن المنطقة ثوار تعز يحيون الذكرى التاسعة لجمعة البداية ويؤكدون أن تضحيات ثوار فبراير ستخلد في تاريخ الشعب اليمني ووجدانه وذاكرته موسيقى أهلا أعلنت البحرية الأمريكية أمس الخميس أن السفينة تابعة لها في بحر العرب صدرت مائة وخمسين صاروخا من صنع إيراني يوم الأحد الماضي كانت في طريقها إلى الميليشيا الحوثية وقال بيان القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي أن الأسلحة التي جرت مصادرتها تضم أيضا ثلاثة صواريخ أرض جو وشار المصدر إلى أن الصواريخ المائة والخمسين التي صدرت في بحر العرب من النوع المضاد للدبابات وقالت البحرية الأمريكية تم تحديد أن هذه الأسلحة من أصل إيراني ويعتقد أنها موجهة إلى الحوثيين في اليمن ما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يحضر الإمداد المباشرة وغير المباشرة بالأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين وفي السياق قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم أن اعتراض أسلحة من إيران في طريقه للحوثيين دليل على أنها أكبر دولة رعية للأرهاب وأضاف في تغريدات على تويتر أن طهران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أصلحة للحوثيين مطالبا بتحرك دولي لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها والذي ينتهي قريبا وقال بومبيو يجب على العالم أن يرفض عنف إيران ويتحرك الآن لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها والذي ينتهي قريبا وأكد أن اعتراض البحرية الأمريكية لثلاثمائة وخمسة وثمانين صاروخا إيرانية صنع ومكونات أصلحة أخرى كانت في طريقها إلى الحوثيين باليمن مثال آخر على مواصلة إيران تحديها لمجلس الأمن الدولي وفي أول رد من مسؤول حكومي رحب وزير الإعلام في الحكومة معمر الإيراني بإعلان البحرية الأمريكية ضبط سفينة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الميليشيا الحوثية الانقلابية داعيا مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على النظام الإيراني وقال الإيراني في تغريدة على تويتر إن الصفينة التي كانت تحمل على متنها مائة وخمسين صاروخا إيرانيا من النوع المضاد للدبابات وثلاثة صواريخ برجو إيرانية تشكل انتهاكا إيرانيا صارخا لقرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة للحوثيين وأضاف أن على المجتمع الدولي الضغط أكثر على النظام الإيراني لوقف عملات تهريب السلاح والخبراء للميليشيا الحوثية ووقف تدخلها السافر في الشأن اليمني وانتهاكها لمبدأ السيادة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية شاهدت صاحة الحرية بتعز حشودا جماهيرية كبيرة في جمعة أطلق عليها جمعة الذاكرة الثورية والتي تتزامن مع ذكرى جمعة البداية أول جمعة للثوار على مستوى اليمن قبل تسع سنوات وارتقاء أول شهيد في الثورة الشبابية السلمية الثائر مازن البوديجي وفي الوقفة الجماهرية الحاشدة بعد صلاة الجمعة جدد ثوار تعز تمسكهم بأهداف ثورتهم والوفاء لدماء الشهداء وتضحيات الجرحة والسير على درب النضال والحرية والتغيير ومؤكدين بأن كل البطولات والتضحيات ستظل خالدة في تاريخ الشعب اليمني ووجدانه وذاكرته وأن الجرائم والانتهاكات التي اقترفها نظام المخلوع بحق ثوار وأحرار اليمن لا يطويه النسيان ولن تسقط بالتقادم كما ردد ثوار تعز شعارات وهتافات تؤكد وقوفهم ومساندتهم للشرعية ضد العصابات الحوثية والمطالبة بعودة حقيقية لمؤسسة الرئاسة والحكومة إلى المحافظات المحررة قال تقرير فريق الخبراء الأممي إن الحكومة اليمنية قدمت دعم للمقاومة المحلية لمواجهة الحوثيين والقاعدة وتنظيم الدولة في محافظة البيضاء وأكد التقرير أن الحكومة اليمنية قدمت الدعم للمقاومة بما يحافظ على وضعها الدفاعي وشار التقرير إلى جهود الحكومة في مكافحة التنظيمات الإرهابية ومواجهة ميليشيا الحوثي في الوقت ذاته هذا وتضمن التقرير جدولا للعمليات التي نفذت ضد تنظيم القاعدة وداعش عام 2019 ومنها اعتقال القوات الخاصة باللواء السابع مشاء التابع للحكومة في مايو 2019 للقيادي في تنظيم الدولة الإسلامية بتعز بلال محمد علي الوافي أبو الوليد واثني عشر آخرين من قيادات التنظيم وردت أسماؤهم في مرفق سري ونوه التقرير إلى العمليات المشتركة التي نفذتها القوات الخاصة لاملية والسعودية في يونيو الماضي ونتج عنها اعتقال قائد تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة المهرى أبو أسامى المهاجر واعتقال قيادي آخر لم تحدد هويته وهو المسؤول المالي للتنظيم قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي إن القوات المسلحة اليمنية تشكل ركنا أساسيا لاستعادة وتحقيق أمن واستقرار المنطقة وضف في مقال له نشرته مجلة الجيش الأمريكي يوني باث الصادرة عن قيادة القوات المركزية الأمريكية أن القيادة الشرعية لليمن تخوض معركة في مواجهة التمرد الحوثي ومعركة أخرى تتمثل في جهود إعادة بناء مؤسسة الوطن الدفاعية وقال الفريق المقدشي إن المؤسسة العسكرية اليمنية هي الرهان الضامن لاستكمال مواجهة ميليشيا الحوثي وحماية مكتسبات الثورة والجمهورية ومواجهة مشاريع العنف والتطرف والإرهاب والتصدي لكل المخططات التخريبية التي تستهدف وحدة وهوية الوطن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وعرقلة عملية الانتقال لبناء دولته ومستقبله وضف جهود إعادة بناء المؤسسة العسكرية تجري في ظروف استثنائية وزمن قياسي بعد أن سيطر المتمردون الحوثيون على مقدرات الوطن ومن بينها مقدرات القوات المسلحة وأكد أن القوات المسلحة اليمنية تعمل على صد المخططات المعادية للعرب والعروبة وإفشال المحاولات الرامية لزعزعة السلم الأهلي والعبث باستقرار المنطقة وتهديد أمن خطوط الملاحة والمصالح الدولية ذكر تقرير لجنة العقوبات الدولية أن شركة ليفاند فيجين في صنعاس تلمت أربعة مليارات وثمانمائة مليون ريال أو ما يعادل اثنين وعشرين مليون دولار قبل سنوات من أموال البنك المركزي بأمر محمد علي الحوثي المزيد في هذا التقرير كشف تقرير الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن عن نهب منظم لأموال البنك المركزي اليمني قبل نقله إلى صنعاء من قبل قيادات مليشيا الحوثي وكشف التقرير عن صفقة وهمية خطط لها محمد علي الحوثي عبر شركة تدعى شركة ليفاند فيجين في صنعاء حيث حول لها قرابة خمسة مليارات ريال من البنك المركزي إلى حسابها في بنك اليمن والكويت وقامت الشركة بتسليم تلك الأموال إلى ثلاثة حوثيين من الأسر الهاشمية في منتصف الفين وستة عشر أي قبل نقل البنك المركزي إلى عدن بشهرين ورصد التقرير أن محمد علي الحوثي نفذ تلك العملية تحت مبرر شراء أغذية للجنة الثورية بقيمة اثنين وعشرين مليون دولار حين كان سعر الصرف ما زال مرتفعا لكن تدفقات النقدية للشركة لم تظير أي شراء للسلع وذكر التقرير في الفقرة الخامسة والثمانين أن الشركة حولت ثلاثمائة وسبعين مليون ريال لقيادي هاشمي في صفوف مليشيا الحوثي يدعى عبدالله جحاف بينما حولت مبلغ مليارين ومئة مليون ريال إلى علي قاسم الأمير وكذلك حولت مليارين وتسعين مليون ريال إلى محمد المؤيد وأشار التقرير إلى أن تلك العملية تمت في أسبوعين فقط لصالح غسيل أموال يقوم بها قادة مليشيا الحوثي خصوصا العائلات الهاشمية الكبيرة في صفوف المليشيا جددت دولة الكويت دعمها للتوصل إلى حل سياسي في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وقال سفير الكويت لدى بلجيكا وليكسنبوغ رئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو جاسم البديوي في كلمة بلاده خلال اجتماع للمانحين بشأن اليمن عقد في بروكسل قال إن أعمال هذا الاجتماع الذي يعد الأول على مستوى كبار المسؤولين بشأن الوضع الإنساني في اليمن يأتي في ضوء الظروف السياسية والإنسانية المستمرة والتحديات الأمنية الخطيرة التي تمر بها المنطقة والعالم وأضاف أن الكويت أكدت مرارا على أهمية إيجاد حل سياسي لأنه السبيل الوحيد لحل القضية اليمنية لافتا في الوقت ذاته إلى أهمية الركائز التالية لتحقيق حل سياسي وهي مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 22-16 واتفاق ستوكهولم وجدد المسؤول الكويتي استعداد بلاده لاستضافة مشاورات في حال وجود رغبة لدى الأطراف اليمنية بالتوصل إلى تسوية والاتفاق على حل سياسي تراجعت ميليشيا الحوث الإنقلابية عن عراقيلة وضعتها أمام المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها بعد تهديد المنظمات بوقف نشاطها كليا جاء ذلك في مذكرة لميليشيا الحوثي في منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن الممثلة أو الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في صنعاليس جراندي وكانت ميليشيا الحوثي قد فرضت قيودا على العمل الإغافي من بينها تخصيص 2% من موازنة المنظمات لصالح الميليشيا كما تضمنت المذكرة إقرار الميليشيا بنهبها مخازن منظمة الغذاء العالمي في محافظة حجة نهاية العام المنصر وأستلائها على أجهزة ومعدات تابعة للمنظمة في مطار صنعاء وإلغاء نسبة 2% من موازنة المنظمات لصالح أنشطة الميليشيا وحربها على الشعب اليمني هذا وأقرت ميليشيا الحوثي بإعادة ما يوازي 120 طن من أكياس الدقيق عوضا عما تم أخذه من قبل مسلحيها في محافظة حجة أواخر الشهر المنصر وكانت المنظمات الدولية العاملة في اليمن قد عقدت الأربعاء الماضي اجتماعا في بروكسل للبحث العراقية التي تضعها ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها وهددت المنظمات بوقف كافة أنشطتها في اليمن حال استمرت الميليشيا بفرض هذه الإجراءات واتهمت الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي بوضع العراقيل التي تواجه توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن مؤكدين أن هذه العراقيل تساهم في زيادة الوضع الإنساني في اليمن قالت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية ألزمت شيوخ القبائل في محافظة صنعاء بحشد مقاتلين جدد لرفض صفوفها التي تواجه نقصا حادا بسبب الخسائر الكبيرة التي منيت فيها أو منيت بها في جبهات القتال خاصة في الجوف وجبهة نهم شرق صنعاء وبحسب المصادر فأن الميليشيا فرضت على كل شيخ قبلي تجنيد خمسة من الرجال القبيلة وإلزامهم بتوفير احتياجاتهم المالية ومؤانهم القتالية واستنزفت الحرب الدائرة في جبهات الجوف وصنعاء ومأرب ميليشيا الحوثي حيث قتل وإصيب المئات من عناصرها بنيران الجيش الوطني في المواجهات التي ما تزال مستمرة وتشهد صنعاء وزمار والصعدة ومناطق أخرى تحت سيطرة الحوثيين مظاهر تشيع للعشرات من عناصر الميليشيا بينهم قيادات تتكتم عن مصرعهم وفي تعز أعلن الجيش الوطني مقتل وجرح ما لا يقل عن خمسة عشر حوثيا في معارك تجددت في جبهة العري شرق مركز المحافظة وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز أن معارك تجددت في جبهة العري شرق عقب هجوم شنه الجيش الوطني على مواقع الميليشيا هناك وأوضح أن ستة من عناصر الميليشيا قتلوا وأصيب تسعة آخرون خلال المواجهات التي دارت مساء الخميس مع قوات الجيش الوطني وسبق أن أعلن الجيش مصرع ما لا يقل عن خمسين من الميليشيا بينهم قيادي وجرح عشرات آخرين خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة متفرقة بمحافظة تعز دمرت غارات لطيران التحالف العربي مخزن أسلحة تابعا لميليشيا الحوث الإنقلابية جنوب مديرية الغيل بمحافظة الجوف وقال مصدر العسكرية ليمن شباب أن طيران التحالف شن أكثر من سبع غارات على مواقع وتجمعات للميليشيا في جبال المقاطع جنوب مديرية الغيل أسفرت عن تدمير مخزن أسلحة وأعربة قتالية تحمل رشاشة من عيار 23 تصاعدت وتيرة المواجهات في جبهة عقبة فراء الواقعة بين محافظتي البيضاء وأبيان بين القوات الحكومية وميليشيا الحوث الإنقلابية وسط أنباء عن سقوط قتل وجرح من الميليشيا وقال مصدر عسكري أن المعارك تصاعدت مع مواصلة الميليشيا الحوثية قصفها المدفعي وبقذائف الدبابات على مواقع قوات الجيش الواقعة أسفل عقبة سرار وأضاف المصدر أن قوات الجيش صدت هجمات الميليشيا وردت بشن قصف مدفعي استهدف مواقع الميليشيا في قمة العقبة الجبلية الفاصلة بين مديريتي لودرف أبيان ومكيراس التابعة لمحافظة البيضاء وفي محافظة الضالع قتل وأصيب العشرات من الميليشيا الحوثية في صد قوات الجيش في اللواء الثلاثين مدرع هجوم للميليشيا بقطاع غلق في المحافظة وقال القيادي في اللواء الثلاثين مدرع العميد عبد رويد عن تلقي ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في عملياتها التسلولية المتلاحقة كان آخرها ما تكبدته الميليشيا فجر اليوم الجمعة في قطاع غلق مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي تسعى لتحقيق انتصارات وهمية وأنها باتت تستجدي القبائل وتدفع بصغار السن إلى محرقة الموت بعد فقدانها الكثير من قاداتها وعناصرها المغرر بهم إلى أطراف الضالع قال محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة أن المحافظة حققت نجاحات كبيرة جعلت منها نموذجا متميزا في التعاون والتعايش وباتت تشهد حركة تجارية واستثمارية وتنموية غير مسبوقة متجاوزة كل التحديات والعراق التي تعترضها جاء هذا خلال لقائه اليوم بمدينة مأرب قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية في المحافظة ناقش معها جوانب تعزيز الشراكة كما ثمن مواقفها في وجه المشروع الإمامي لميليشيا الحوثي الإنقلابية وأكدت قيادات الأحزاب تمسكها بموقفها المساند للشرعية بقيادة الرئيس هادي ودعمها للجيش الوطني والأجهزة الأمنية ولجهود السلطة المحلية الهادفة لتعزيز مؤسسات الدولة وتعزيز حالة الأمن والاستقرار وتسيير التنمية المنشودة أعلن جنود من كتيبة حرس السواحل في جزيرة سقطرة ولاءهم للحكومة اليمنية بعد أيام من إعلان قائد الكتيبة التمرد وانضمامه لما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات وأكد الجنود خلال تنظيمهم معرضا عسكريا مصغرا في مقار اللواء على التزامهم بالشرف العسكري وعزمهم على أخماد كل أشكال الفوضى والتمرد على مؤسسة الدولة شددين على عدم الإنجرار إلى دعوات العنف والفوضى كما جدد الجنود تعهدهم بالعمل مع قيادة اللواء الأول مشابحري وقيادة الكتيبة المعينة من الحكومة والتعهد بعدم تقاضي أي مرتبات إلا من قيادة اللواء الأول مشابحري في القوات الحكومية وفي السياق شدد القائم بأعمال قيادة اللواء العميد ناصر عبدالله قيس شدد على الوقوف في صف الدولة والنظام الجمهوري والعمل تحت القيادة العسكرية الشرعية وتفويت الفرصة على كل من يريد جرس قطرة وأهلها إلى مستنقع الفوضى أفاد مصدر عسكري ليمن شباب أن ميليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات قصفت فجر اليوم مواقع تتمركز فيها قوات الجيش الوطني في منطقة شقرة الساحلية بمحافظة أبيان وذكر المصدر ليمن شباب أن عددا من قذائف الهوان سقطت على أنحاء متفرقة من مواقع الجيش بقرن الكلاسي وبحسب المصدر فإن القصف الذي يأتي مع استمرار التوتر بين الجانبين لم يخلف سقوط ضحايا تظل الحقوق الملكية للمفكرين والمبدعين من الترفي عند البعض ولكن عند المتخصصين جهود يجب أن تحمى من العابثين والمتسلقين على نجاحات الآخرين فخطف الفكرة كخطف المحفظة لذلك نظمت ورشة لمناقشة هذه القضية الشائكة في المجتمع والتي لم تأخذ حقها من الاهتمام من الجهات ذات العلاقة والاختصاص الاختراعات والابتكارات والإنتاجات الأدبية والفنية سبب جوهري في نهضة الأمم وحماية الحقوق الفكرية وبراءات الاختراع يقود إلى مزيد من الإبداع ففي المكلة دشنت ورشة عمل عنوانها الملكية الفكرية ووسائل حمايتها لاستعراض الطرق الممكنة لحماية حقوق المؤلفين والمخترعين وصونها من السرقة والضياء خاصة أن إهمال تسجيل براءات الاختراع والتأليف بأسماء أصحبها يعد مانعا للأفكار التي تخدم المجتمع حقيقة بخصوص هذه الورشة الملكية الفكرية أتت بعد السياق والشكاوي المتكررة للمخترعين والمؤلفين والمهوبين من سرقة حقوقهم من البعض وبالتالي فهي مستمدة من أهداف المؤسسة التي أتت من أجل توعية المجتمع عن أساسيات القانون وعلى قلها أن يفهم المجتمع الأساسيات التي يتعامل بها في المعاملات اليومية وأيضا من أجل الدفاع عن حقوق الآخرين أوراق عمل تمحورت حول التعريف بالمصنفات الأدبية وأنواعها وأهميتها وأهدافها والضوابط الفقهية والقانونية المتعلقة بها ودور مكتب التجارة والصناعة بالتسجيل والتوثيق وصور الاعتداءات على المصنفات الأدبية وحمايتها فالمداخلات في هذه الورشة تسعى إلى إيجاد حلول ومخرجات تسهم في تطوير التشريع والحماية القضائية لها وتوعية المجتمع بدور المبدعين الفعال في النهوض بالمستوى الثقافي والاقتصادي للدولة أتت هذه الفكرة وأستدعينا لحضور هذه الورشة العدد من القضاء والمحامين والحقوقيين والمخترعين كذلك استهدفناهم بهذه الورشة من أجل إسراء هذه الورشة ومن أجل مناقشة القوانين بخصوص الملكية الفكرية ودعينا الجهات المعنية منها مكتب وزارة الصناعة والتجارة ومكتب وزارة الثقافة من أجل التعرف على كيفية تسجيل هذه الحقوق لتصبح مسجلة بشكل رسمي حتى يستطيع المخترع أو المؤلف أو الموهوب متابعة حقوقه لدى الجهات القضائية بالرغم مما تشهده الدولة من أوضاع في السنوات الأخيرة أدت إلى غياب دورها في حماية الحقوق الفكرية للمبدعين فضلا عن قصور التشريع في هذا الجانب فتظل الآمال معلقة والأضواء مسلطة لتنفيذ تلك المخرجات لتسهم في حفظ الحقوق لأصحابها من المكلة وصلنا إلى نهاية النشرة ونذكركم بعناوينها البحرية الأمريكية تضبط شحنة أسلحة إيرانية مهربة لميليشي الحوثي والحكومة تدعو مجلس الأمن لفرد عقوبات على طهران إشادة دولية بدور الحكومة في مكافحة القاعدة وداعش والحوثيين ووزير الدفاع يقول أن الجيش اليمني صمام أمن المنطقة ثوار تعز يحيون الذكرى التاسعة للجمعة البداية ويؤكدون أن تضحيات ثوار فبراير ستخلد في تاريخ الشعب اليمني ووجدانه وذاكرته في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة